لو تعرفوا انا بحب الاشاربات والطرح قد ايه? يعني انا بحبها جدا وعلى فكرة الاشارب او الطرحة هو مشاهديني الاعزاء اهلا ناقصها لسيدي دي النهاردة بتكلم عن جبت اشاربات جديدة اخيرا الحمد لله. وكمان هتكلم معاكم عن لفة الطرحة عشان في ناس كتيرة سألتني عن لفة الطرحة. فقان الاوان ان انا اقول لكم هي رفة وسطة خارس وهبلة يعني. بس هعملها معاك. لو تعرفوا انا بحب الاشاربات والطرح قد ايه? يعني انا يعتبر مضمنة الطرح او اشاربات. بس انا عندي منطق ان هي اصلا الطرحة او الاشارب هي اللي بتصنع الطقم اصلا. يعني لو انت لابسة طقم عادي. اه وبيست علي طرحة حلوة هيبقى جميلة. لو انت بيست علي طرحة بقى وحشة. استسهلتوا بيست ايه طرحة. انتقم هيبقى شاك لوحش قوي. الاشاربات تروح لانها وراها لكم دلوقت انا شاريها من جروب اشاربي. احطوكم لينك تحت الفيديو على طول في صندوق الوصف. اصعارها حلوة. وعندها ازدارات حلوة. او عاز اشتري ازدار والله عشان ازدار انا لابساة. في حد يعني مقارنة باسعار الشارع. بالمحلات. وبباقي الجروب اللي على الفيسلة هي اسعارها حلوة اوة جد. اه فيلا بنا اول حاجة. تمام اول اشاربي معي هو ايلون ده باين او ان انا بحب التركواز يعني هو باين جدا يعني. هو طبعا الكيس كان جاي محترم بس انا اللي عملت في كده عشان سفرت بيه. فتعالوا بقى نفتحها. انا مشتها هي. هي او مشتها شيفون اللي هي اا ما تزحلقش. مشتهم عليها بغبغان اهي. بغبغان اهو. حلوة بجد. وصوا. اا او مشتها حلوة وحجمها حل. حلوة جدا والونها حلوة. دي طبعا هتتلبس. يعني الحاجات دي كده كده هتلبس. تعالوا اشوفها على وشي. تاني طرحة معيه برضو. طبعا كدش كده بس انا سفرت بيها برضو. فتبهديبت معيه. اهي. هي. الوانها اورنج على اصفر على اي صود يعني. اهي. دي بقى يعني ايه? حلوة برضو. يعني شكلها برضو حلوة يبقى حلوة في اللبس. تعالوا بقى نشوفها مع برضو خامتها نفس الخامة الاولانية اللي هي خيمة ما تزحلقش شيفون بس ما يتزحلقش بنا على راسك. اهي. طبعا هيليها عادلة كده. انت بقى عايزة تحط الحتة الغم احطيها عايزة تحط الحتة الفتحة حطيها. هتحط اللي انت عايزة. بس دي اللي جيت قدامي. اهي. دي بقى على 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 اي حاجة لونها اصفر اورنج اصود. اي لون هتليق علشان هي فيها الوان كتير. واهي. طبعا حلوة جد. نيجي بقى على الطرحة الثالثة اللي هي طي داي دي بقى انا بحبها حب. انا بحب الطي داي من قبل ما يطلع موضة وبحبه من سنين الله ده ومش اتها حلوة قوي فعلا. موشتها طرية جدا وتقيلة اه اسود فابيض كده يعني الاسود من الاخر وابيض من نصف حلوة قوي فجد. جبتها علشان البسها على اي حاجة عندي وتدي شكل. انا اقصى بحب تروح الاسود قوي وتروح الابيض قوي. فانا كده جبت الاتف واحد. اهي طبعا ايه. هيعجب بتلف حلو. ماشي. اشتريت طبعا بقى الدبوس ده. عجبني قوي اللي هو اللي هو جبت اللون الدهبي. اه الماتيريا اللي بتاعته حلوة. اللي هي الفويل. اهي. جبتها منها برضو. اه حلوة جدا. وتعالى بقى نجربها مع بعض كده عشان اعرف حياتي ما جربتها فهتبقى يعني ايه. شايفة كده. تعالى نجربها اهي. انا شفت الناس في الفيديو بتعمل ايه بقى. بتعمل كده مثلا اهي. كده. بتطلع كده باشمق نفسي ولا ايه. انا باشمق نفسي يا انا دا دا عمنا كده كده في الاحلام التركية. اكيد مش كده. اكيد مش كده. اكيد مش كده. يا مفروض بقى دي. بس يا مفروض. بتبقى كده بس طرحة اللي تحتها نبوضها. الدنيا بايزة خالص. بس بتانا. يا رب ما يا رب سترك وضوك. بسوا هي بتبقى كده. هي بتبقى حضوفة كده. عليه بتمسك الطرحة جمد قوي. والله العظيم يتمسكها جمد قوي. يعني مش بتتهزش خالص. بس انا لسه هزبطها علشان الطرحة اللي تحت ديم كعتلا بدونيا يعني الدنيا بس انا الحمد الله عرفت ان انا اربطه. اهي. انا انا اصلا بحب الحكاة الدهب قوي حتى باين. فا. فا. لككاء بقى. طبعا انا بجيبي الحاجات دي علشان انا بحب الترح زي ما قلتلكو وكمان الحاجات دي ما تبهدلش الترح زي بدا بيصير عادية طبعا بقى اقولكو انا اشتريت ايه قلت لها وحش جدا طي مبدئيا كده الترح الشيفون الترح الشيفون او الحرير او الستين اوعي تربطيها بضبوس عادي زي ده لان الدبوس العادي زي ده هيقطعها ويخرمها وهتتنسل معاك فانا عملت ايه اول حاجة جربتها الدبابيس اللي هي اسمها الدبابيس ماش بك اعطاك لا مش ماش بك اللي هي بتبقى هاروح فين استنوا بدور عليها في الطبق الدبابيس استنوا اهو ساعة عشان اجيبت الدبابيس الدبابيس دي دي بقى الدبابيس دي اللي هي اصلها اللي هي كانت اصلها اللي كانت بتتحتي في القرتين كده وتقوم حتى مسكد اللي هي طرحة وتقوم ايه عاملة كده صح؟ طيب الدبابيس دي ما قعدتش معايا شهر شهر فعلا وتقطعت اه اتكسرت كده اهي جبت منها الاسود كمان قال يعني جايبها اسود فا بيض اسود فا بيض اسود فا بيض دي عشان الترحة الغام او طرق الفاتحة اه ما قعدتش معايا شهر وبوزت راجبت على البصل ده هو ضيف شرف في الفيديوهات كلها بتاعتي بص البصل مرخش من الفيديو اللي فات نفس السعر ايه عام؟ مش هاد سعر اصعارك حلوة كده؟ انت مش هاد فالده ايه؟ ماشي المهمة انت متجبوش الدبابيس دي علشان هي وحشة جدا ومش عملية ايه بقى اللي تلي عملي معايا وبجد يعني الحمد لله اشتريتها الطرح اللي هي الدبوس المغناطيس اللي زي دي انا فوقها كده 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 عشان ايه؟ اعلمكم رفت طرحاتي اللي هي الدبوس المغناطيس ده بقى عملي قوي وجميل وبيمسك بس هاد الدبوس الغالي اللي هو سعره ب40 و50 متجبيش الدبوس الرخيص عشان الدبوس الرخيص بيقع ده لو انت يعني انت حطيت ايه اهو خلي بالك منه برضو ايه؟ عشان احنا ساعات بنبقى مهملين قوي ممكن الدبوس يقع منك فانت خلي بالك منه برضو يعني ايه كل شوية طمينة عالدبوس كده ان انا قبل كده اضاع مني في الشرعة اتدور عليه لان لو واحدة ضعت خلاص كده التانية ملهاش ايه ستين لازمة اه انا جبت لشكل العينة شاعة بحب العين قوي حتى لابس عينة اهيه انا بحب العين قوي فجبتها ده بيبيع مقشيات الناس تستنى تاعم اعمل فيديو وكل الحاجات بتتعرض اه معامل قشة ومساح تعالوا بقى دلوقتي اعلمكم لفة طرحتي سهلة قوي وبسيطة وما فاش اي مشكلة انا بس عندي مشكلة دلوقتي ان انا مش عايزة لقافتي تبان انا اعرف كده لا الحمد لله طيب اولا هتكلم معكم ان انا ازاي رقابتي مش باينة انا عندي مكملات الحجاب اول حاجة عندي البندانة دي طبعا جايبا لكوا واحدة استرى اهيه النوع اللي هو بيبقى فيه حتة نشفة تمام لازم تكون فيه حتة دي وبتتربط مش اللي هي بقى استيك من ولا لا اللي هي بتتربط ودي بتغطي الشعر كله زي اللي انا لبساها بزبط كده شعر كله متغطي تاني نقطة عندي اللي هي الرقابة دي برضو مكملات الحجاب بتبقى رقابة كده بيبقى فيه منها قط وكم مفيش نص القوم هي قط وكم بس انا دلوقتي انا لابس القط فاوردكم القوم بتبقى لحد دي هنا كده مش بتبقى للاخر بتبقى عملية اوه في الصيف في شدة طبعا احنا بنبس هيكون كتير بس انا بس انا اه عملية اوه بالنسبالي البندانة في حدود 15 جنيه والرقابة دي في حدود 30 جنيه وبتستحمل وجميل وفي منها الوان كتير بقى بس انا طبعا بجيب اللي اسود عشان بتليق على كل حاجة يلا بينا نبس الطرح عشان حسنا انا مش نبساها اول حاجة بتجيب الطرحة كده وبتوصنيها بتوصنيها عادي اهو اهو والله ما عمر في حيطة ما كنت متخيالة انا اعمل فيديو تعاليم طرح لان انا اصلا طرح عندي فشل اوه في الطرح بس انتو اللي عايزين كده انتو اللي جبتول نفسوكو بعد كده بقى ممكن الناس تتني كده اهو تتنيها كده اهو انا ساعت بعملها متنية وساعت بعملها ايه اه مفروضة عادية كده اهو انت ايه انت زبطت ديت ومسكت طبوس الرهيب بتاعي شوفها انت هتجيبي لو درحة قط ممكن تتبسي طبوس عادي لكن لو طرحة اه ستان او او طرحة اه سيفون هتتبس عليها الطبوس المناطيس عشان تحفز على طرحتك يعني ايه كده راح بتبقى بردوس عليها مش شخيص فاحنا نخلي بالنا ايه من الطبوس بعد كده بقى تعديلي كده عشان ما تبقى شمي كشكشة من هنا تبقى مفروضة كده اني جايبة دي احطها كده اهو مجايبة دي اغاد راعي تبطت في الاكرة تقومي عاملة كده اهو تقومي رابطة من ورا شايف من ورا اهي تربطيها رابطة عادية خلص وتعمل كده لو طرحة خفيفة رابطتين عشان ما تفكش لو طرحت ايه لزي دي كده تربطيها ايه رابطة واحدة وخلاص تكفي وخلاص ممكن بقى تعملي كده تحطيها كده ممكن تنزلي حتة كده لو انت يعني فرحانة بالطرحة ورسوماتها تحطيها كده ماشي دي اللفة المعطدة بتاعت اللي انا بربطها في كل حكا عشان لو لبصة هيكل او لبصة او لبصة لبصة عايز يبين اه بعملها تمام في بقى لفة الطرحة تانية نفسها بالضبط كده نفس الطرحة دي بس بيضوبة بعمل كده بس ايه بتبقى كده بس بس الطرحة دي انا ببرفهاش كتير علشان ما بتنفعش معي وقبل ما بروح البيت بتبقى دي اللي هنا ودي اللي هنا او بفجأة لاقي نفسي ماشي كده يعني انا ببقى مش فاهمة ايه اللي بيحصل فانا بلمي نفسي وبلمي الطرحة معي وبخلص الموضوع علشان برضو ايه اللي مخلف واللي بتجوز واللي بيشتغل غير البنت اللي ماشي كده رايحة الجامعة في رواقان يعني انا وانا رايحة الشغل وببقى اللي برضو عايزي حاجة عاملشان كنت كل يوم بصحة متأخر والبص بيفوتني فبقى عايزي عجري كده فقم عاملها الطرحة كده ايه طرع عجري طبعا الطرحة دي تبقى حلوة جدا انا بقى بحب الطرحة حتى هتلقوني كتير لابسها لما تكون شفافة شوية وطبعا لابس البندانة دي ويضو يعني هي شفافة كده فهي دي هنا فتحس ان الحتة دي ايه شفا شوية شفا شوية طبعا مش حرام عشان دوسي بس حرام لو انت بيينت ايه الشفاف ده بقى جد فرق ابتك وكده فبرضو بحب قوي الطرحة لما تكون حريب شفافة شوية وتلبس تحتها بندانة تغطي كل حاجة وياريت البندانة تبقى لون الطرحة بالظبط يعني انا مش لابسها لون الطرحة عشان انا ما عندش بندانة لونها اسود بس بغطي البندانة كلها لكن لو انا لابسها بندانة بيضة بلبس عليها طرحة بيضة لو انا لابسها طرحة صودة بلبس تحتها طرحة صودة بندانة صودة فحاولي تكون البندانة اقرب لون الطرحة لو بيش تحتها بيش علشان بتبقى شكلها حيال وتحس ان ما فيش حاجة شزة في الموضوع بتبقى الدنيا كويسة بس كده يا جماعة وكده يكون الفيديو بتاع خليست رب يكون عجبك الفيديو وعجبك الطرح اللي انا اشتريتها والاسعار كانت حلوة وسانا مش فكرة انا دفعت كان بالزبط يعني مش فكرة هي كانت بكام بس كانت الاسعار كانت حلوة بجد يعني ولي صارة لما اطلقوا الاسعار حلوة تبقى حلوة عشان انا محبش اجيب حكا غالي اقول لكم تدي اسعار حلو لا انا باتكلم في العموم ان احنا نتكلم صح تسوش الرايك والاشتراك توانيك فيديوهاتك جاية ويلا باي باي